مفاجأة مزهلة بات لها العالم مستيقزاً في انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية التاريخية والتي جاءت في وقت احتدمت فيه الصراعات وأكلت فيه أزمات التضخم اقتصادات الشعوب وبفوز كاسح قادت ترامب على أمال الديمقراطيين في دخول كاميلة هاريس البيت الأبيض متفوقاً عليها في الكونغرس ومجلس النواب وسنديق الاقتراع وجاء صباح الأربعاء مضمخاً باللون الأحمر في مفاجأة وقف أمامها العالم حابساً أنفاسه بعد احتدام الصراع على دخول البيت الأبيض بين هاريس وترامب المفاجأة المذهلة التي تلقاها العالم بفوز ترامب تأكدت بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ لأول مرة منذ أربع سنوات وكذلك مجلس النواب الذي احتضن أجندة ترامب بما في ذلك بعض الديمقراطيين الرافضين للسياسات بايدن لقد حققنا معلمة تاريخياً الليلة وهناك سبب لقد تجاوزنا المعاوقات التي لم يتوقع أحد أن نستطيع ذلك والآن بات جلياً أننا حققنا أروع إنجاز سياسي انظر ما حصل السؤال الذي أرهق الجميع كيف استطاع ترامب توجيه تلك الصفعة التي أطاحت بأمال الديمقراطيين إجابته السرية وبحسب الخبراء تكمن أولاً في مغازلته الواضحة للمهمشين من الشعب الأمريكي وتغذيته لأمال تلك الشريحة الكبيرة جداً من الأمريكيين وهذا ما يؤكد اكتساحه للولايات الريفية كما حول ببساطة قوى تقليدية ديمقراطية كعمال النقابات إلى صفوف الجمهوريين إنه ترامب الذي ينظر له المهمشون على أنه رجل قوي خطواته غير متوقعة تتوافق وشخصية معظم الأمريكيين الذين يميلون لتلك النوعية التي تعبر عن التفوق الأمريكي كما أنه في نظرهم رجل صلب لا تؤثر فيه الأخبار السيئة فقد ظل ثابتاً أمام سلسلة من لوائح الاتهام والإدانة الجنائية غير المسبوقة لن أستريح حتى أرى أمريكا تتمتع بالرقاء والسلامة لأنها تستحق هذا سيكون هذا العصر الذهبي لأمريكا وبرغم أن الحرب على غزة ليست من بين المشكلات السلاس الأول التي يشعر الأمريكيون بالقلق بشأنها إلا أن الوضع اختلف في الأسابيع الأخيرة ذلك أن الكتلة الصلبة التي يصعب كسرها من اليهود الأمريكيين صاروا يسعون لوقف إطلاق النار ويكرهون سياسة نتنياه الدموية التي لم تخلف إلا المزيد من أموال الضرائب وهي مليارات دفعها الأمريكيون واستنزفها تسليح دولة الاحتلال مما جعل الأمريكيين ناقمين على بايدن ويرون أن بلادهم صارت أضعف في عهده نريد أن نكون أقوي وأن يكون جيشنا قويا ولم يكن لدينا حروب على مدار أربع سنوات غير أننا هزمنا داعش في وقت قياسي لكننا لم نخد أي حروب لن أبدأ الحروب ولكنني سأخمدها وأوقفها ترامب طرح سؤالاً أوجع الديمقراطيين حين سأل المواطن الأمريكي هل وضعك الآن أفضل مما كان منذ أربع سنوات لتجيء الإجابة مخيبة لأمال هاريس نائبة الرئيس الحالي حيث واجهت صعوبة في الابتعاد عن عهد بايدن وتحت قيادة ترامب لن نتوقف عن الكفاح من أجلكم من أجل أحنانكم ومن أجل مستقبل أبنائكم وبعد أعظم عودة للرئيس في تاريخ الأوليات المتحدة سنقوم بأعظم عودة للصناعة أيضاً تحت قيادة دونالد ترامب وفي غمار تلك الأسباب الاقتصادية لا ينبغي أن ننسى قضايا ذات جاذبية عاطفية للناخب الأمريكي مثل الهجرة غير الشرعية وقانون الإجهاض ولسيما بعد أن وصلت المواجهات على الحدود إلى مستويات قياسية في عهد بايدن وذلك بسبب تدفق المهاجرين لقد كانت الأمور تتدهور بشكل سريع علينا أن نغلق تلك الحدود ونوقف أولئي الذين يتوفدون على بلادنا نريد لهم أن يأتوا ولكن علينا أن نجعلهم يعود إلينا بشكل قانوني وشرعي هكذا يقف العالم على بشارف تغيير متوقع لوجهه وسياساته وحدها الأيام المقبلة ستظهر ما في جعبة الرئيس الواقف على باب المكتب البيضوي